بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وعلاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم إخوتي على عزاء الكرام متابعي ومشاهدي قناة الأحجار الكريمة وعلوم متنوعة في هذا الفيديو سأحاول أن أحدد لكم نوع هذه البلورة بلورة خضراء جميلة بلون زيتي وجدتها في رحلة للبحث عن الأحجار الكريمة صورتها في آخر فيديو نزلت على قناتي على اليوتيوب قناة الأحجار الكريمة وعلوم متنوعة هذه البلورة الخضراء كما تشاهدون تشكلت في صخور الكالسيدوني أي أن هنا هذا الحجر الملتصق بالبلورة الأبيض هو من الكالسيدوني أي أن الكالسيدوني هو الصخر الحاضن لهذه البلورة وهذا ما أشير له دائما في فيديوهاتي على قناتي على اليوتيوب للبحث عن الأحجار الكريمة التركيز في تشكيلات وصخور الكالسيدوني التي كثيرا ما تتواجد وتتشكل بها البلورات الجميلة طبعا يمكنني انتزاع هذه البلورة وحساب كثافتها بشكل نقي بدون الكالسيدوني ولكنني أرغب في الاحتفاظ بها بهذا الشكل كعينة جيولوجية الكثير من الإخوة محبي وهوات جمع الأحجار الكريمة يجمعون مثل هذه الأحجار كعينة جيولوجية لذلك سأحاول أن أحدد نوع هذه البلورة باستخدام اختبارات الخدش فقط لذلك أولا سأستخدم بلورة من الكوارتس هذه بلورة من الكوارتس السيترين ونرى إن كانت ستنخدش ببلورة الخضراء التي في يدي شاهدوا ما يا إخوتي الكرام بإزالة أثر التآكل نلاحظ أن البلورة الخضراء تركت أثر خدش واضح على هذه البلورة من الكوارتس لنحاول الآن بالعكس أن نخدش البلورة الخضراء باستخدام بلورة الكوارتس أنا قمت بتنعيم سطحها قليلا البلورة الخضراء لتظهر عليها نتائج الخدش التي نريد إجراءها نحاول الضغط شاهدوا ما يا إخوتي الكرام لا يوجد أي أثر للخدش تركه الكوارتس على البلورة الخضراء إذن هذه البلورة الخضراء أكبر قساوة من الكوارتس الذي قساوته تتراوح من 6 درجات ونصف إلى 7 درجات على مقياس موس لنحاول الآن إجراء اختبار خدش باستخدام هذا الحجر الأزرق الجميل هذا حجر سقلته مناء الأيولايت ونرى إن كانت البلورة الخضراء ستخدش هذا الحجر مناء الأيولايت الأيولايت قساوته من 7 درجات إلى 7 درجات ونصف على مقياس موس شاهدوا معي البلورة الخضراء تمكنت من خدش الحجر حجر الأيولايت بشكل واضح كما تشاهدون سنحاول الآن بالعكس أن نخدش البلورة الخضراء باستخدام الحجر الأزرق مناء الأيولايت الذي كما قلت لكم قساوته تتراوح من 7 درجات إلى 7 درجات ونصف على مقياس موس وهي نفس قساوة التورمالين شاهدوا معي أخوتي الكرام هنا لدينا أثر خدش واضح إذن هذه البلورة تمكنت من خدش البلورة الخضراء وانخدشت به وطريقة تشكل البلورة شاهدوا معي بلورة سداسية الوجوه تتكون من ألياف متراصة كما تشاهدون وهذه هي طبيعة تشكل البلورات التورمالين لذلك هذه البلورة من التورمالين تشكلت في صخور حاضنة مناء الكالسيدوني بهذه الطريقة استطعنا تحديد نوع الحجر بدقة وللتأكد بشكل أكبر يجب حساب كثافة البلورة على أي حال في نهاية هذا الفيديو أتمنى أن يكون الفيديو قد حاز على إعجابكم إلى أن نلتقي في فيديو قادم بإذن الله عز وجل أتمنى لكم الخير والصحة والعافية والرزق الحلال الطيب المبارك بأمان الله وحفظي أستودعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته